السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم بخوت الرئاس في فيديو جديد وفائدة جديدة اليوم ان شاء الله سنحاول ان نجاوب على التساؤلات المتتبعي الكرام اللي يسولوني دائما على طريقة قدرة تحمل القصبة من الرصاص يعني اثناء الرمي اقصى حد ممكن نضعه دي للرصاص الانجاح طريقة بدون كسر القصبة ولكن اخوة الكرام هناك شروط اخرى واضحة جدا هنذكرها لكم في طريقة تحديد التقل ولكن قبل كل شيء اخوة الكرام ضروري تعرفوا انه كان اشياء اخرى مهمة جدا خصوة تعرفوهم في القصبة اخوة الكرام اكتر من هذا الاكسيون بالضبط يعني اي انسان بغا يمشي يشري قصبة دي للصيد اخوة الكرام خصوة يعرف يحدد النوع القصبة اللي غايختار النوع الصيد اللي كي يحدد مثلا انا اعطيكم مثال على هاد القصبة اللي فيها تقريبا معلومات كثيرة جدا ومهمة انا حاول نعطيها لكم باش تعرفوا تقرؤوا القصبة اخوة الكرام وهذا شيء غينفحت الاشخاص اللي غيمشي ويشريوا قصبة مثلا ان شاء الله يعني يقدر يحدد مباشرة النوع القصبة اللي غايختار ومن هاته الانواع وهذه الشروط يعرف احدد النوع الصيد اللي مال اذا اول حاجة اخوة الكرام انا نصيكم دائما اخوة الكرام تقلبوا على قصبة من نوع كربون كما كتشوفوا هنا الكربون هذا ضروري اخوة الكرام كينا من اليف الزجاجية كينا الهيبريد يعني مختلطة يعني من الافضل اخوة الكرام الكربون دائما كيكون خفيف حتى في الوزن كتكون خفيفة وكتكون قوية جدا ولكن واحد الحاجة اخوة الكرام اخرى هاتعرفوها هي في هذه العالمات الاخرى ان شاء الله الا وهي مثلا الكربون اخوة الكرام راح ضروري خستعرفو انه في اوقات المطار يعني لك ان الرعد نزلوا القصبة تاكم نهائيا لانها راح موصل كبير موصل جيد للكهرباء اضافة الى كنتو كتصيدوا في منطقة فيها الموليدات الكهربائية ضد الضغط العالي او الاعميدة الكهربائية يعني راح خطر كبير جدا لان مادة الكربون اخوة الكرام راح مادة موصلة للكهرباء يعني كتشكل خطر كبير جدا تؤدي بعض الاحيان للموت لا قدر الله اذا الشيء الاخرى اخوة الكرام اللي نقدرون نقرأه في القصبة اللي وهو مثلا نوع هادشي معناش بغرض ولكن كنقرأه دائما كنلقوا سواء رقم 500 او 4.20 مثلا 4.20 هذا طول دي القصبة اخوة الكرام 500 يعني 5 الامتار 4.20 يعني 4 الامتار و 20 سنتيمتر وهنا راح مدكورة في هذه القصبة بشكل واضح جدا 5 الامتار بالام الام هو المتر هادشي واضح لاكسيو اخوة الكرام حتى هو كيكون مدكور مباشرة في القصبة ومن بعد نوري لكم شكل تيلو هاد القصبة بين 100 و 200 جرام كيكون الجر هنا هو القرام ولكن اخوة الكرام اللي بينا نقرأه اكتر واكتر اخوة الكرام كنجيو لهاد المنطقة هاد المنطقة هي اللي كتمنا من القصبة اخوة الكرام لانه فيها معلومات مهمة جدا هادشي نوع القصبة معنى بغرض نهائيا هنا كنشوفو الوزن دي القصبة باش ما كان الوزن خفيف القصبة اخوة الكرام كنعرفو ان جودة ديالها جيدة وفي نفس الوقت يعني كتكون سهلة علينا في الصيد يعني ما تقيلاش لانه اتقل اخوة الكرام كي ممكن تعرفو را ما كيخليناش نصيدوب رياحية ايدا والجانب ديالها اخوة الكرام كان رقم 22 هاد رقم 22 اخوة الكرام هو القطر ديال الخيط ديال لطريس او البريد لطريس يعني ما نفوتوش 22 لطريس النمرة 22 هو لا حد الاقصى علاش اخوة الكرام لانه الافتنا رقم 22 مثلا وقالينا الكروشاج في القصبة وكنجره بقوة ما غيتقطعش ولكن الرأس القصبة لغيتهرز يعني الافتنا 22 لهاد السبب كيدكرونا دائما بهذا الرقم ديال 22 وهنا هاد القصبة اخوة الكرام بالضبط اخوة الكرام لاش اخترتها لكم لانها ممكن صيدوا بها ممكن صيدوا بها بطعم الاستناعية ايضا بلي راكلو وهذا لهاد السبب اخوة الكرام اعطيت لكم هاد الشكل باش اللي في هاد اوزيد كالقو هاد الحرف اوزيد كال العدد كبير ما كارش اشنا هاد اوزيد اوزيد اخوة الكرام هو الانصة الانصة هو تقريبا 28 جرام واحد انصة 28 جرام اخوة الكرام تذكروها يعني دائما تذكروا الانصة هي 28 جرام يعني جوج انصة هي تقريبا نقوله قل من 60 جرام تقريبا هذا هو الوزن ديالها يعني الوزن ديال لا لور اللور هو طعم الاصطناعي اخوة الكرام اللي كان عرفوا انه كان حطوه مباشرة يعني ما يفوتش الى جمعته هاد الشي كامل اخوة الكرام سبعة طلق ونصار هتلقيها اتلقيها 200 جرام تقريبا يعني لحد الاقصى اللور يعني بين جوج وسبعة اعلى شكرا من جوج اخوة الكرام اذا ادرتي قل من جوج ما تمشي لك الرمية كما بغيتها هاد السبب كيف تضلو اعطوك الحساب رغم الضبوط هاد الشي انهم رغم الضبوط اخوة الكرام اذا هنا اخوة الكرام نجو للاكسيون للاكسيون فهذه الحصابات الحديثة كلها رفهم هاد العالمة هاد العالمة ديال القصبة ورص لقصب علاوي ورصص يعني تيقل اكبر تيقل ممكن تحمل القصبة اثناء الرمي رمي في الساحبة ولا هادف اثناء الرمي اثناء من اللي تريد انصي بالضبط يعني رمي مخصك تفوت 200 غرام في المجموعة ولكن هذا 200 غرام رمي ليس درصاص اخوة الكرام هنا رمي دخل الطعم لنوب احيان مثلا ممكن دير 150 غرام او 160 غرام في الرصاص ولكن الطعم كتكون مثلا ديدان او كيكون روبي الكروفيت او كيكون الصلطاع ديال البحر الصلطاع الرملي او الصلطاع العادي هادو كلها طعم خفيفة يعني ما كتشكل وزن كبير ما كتشكل فرق يعني اقصى حد 50 غرام ديالها يعني ممكن دير 150 غرام طعم ديالنا يعني 200 غرام ما نفوت لهش نهائيا ولكن الى دير مثلا سرديلا او كبير هنا رأيك كل فرق اخوة الكرام الو هو تقريبا رأي سرديلا رأيك 60 80 غرام يعني هنا ما خصناش نفوت 120 غرام 120 غرام في الرصاص في التقيق لكي نجيبو الحساب اكزاكت اخوة الكرام مع الرصاص هاد السببب ضروري استعرفو هاد النقطة اخوة ارى هذا شيء ضروري يكون على الانسان يبقى يحسبوه دائما هنا من هنا اخوة الكرام تقدروا تشري القصبة التي تحددو كانين قصبات اخوة الكرام فيهم 30 50 غرام هذا رأيك مباشرة هذا ليس تصير في كرام يعني كتعرف انه تدير طعوم وكانين ديول ود اخوة كان قصبات عديدة هذا نصحكم دائما تكون القصبة 100-200 غرام احنا في المغرب هذا النوع الذي نحتاجه غالبا اخوة الكرام في الصيد يعني بين 200-200 حتى 300 غرام كانين 200-300 غرام كانين قوة كبيرة هذول الاسماك الكبيرة وهذا المهم احنا غالبا نستخدمه بين 100-200 غرام وتكون الوزن خفيف كما قلت لكم وتكون الجودة تكون كربون ومن كل شيء مذكور اخوة الكرام في القصبة كما تشت القصبة عند بائع القصبة تجي تشوف كربون شيء جيد وتكون كتبة مطبوعة رغم شيء ملصقة يعني لك المطبوعة من المصنع لا تكون صحيحة هنا نجي ونشوف طول القصبة 5 ممتاز والاكسيون ركيح طه مباشرة لأن الاكسيون مهم جدا بين 100 و 200 يعني 200 تقريبا رغم زيان قل من 100 إذا كنت هنصيد قل من 100 رغم ما مناسب لأن هم سنبقى نص المسافات اللي بغيت قل من 100 القصبة مكتصلح نهائيا يعني بين 100 و 200 100 قرام رأس لتوصل لها يعني غير تدير أرصاص 80 قرام وطمرة 200 قرام هذا شيء كان اخوة كل شيء واضح وإلا كان شيء تساؤل مرحبا بكم تساؤلات كما العذار نجاوب على التعليقات وشكرا جزيلا لكم المتابعة وإلى فيديو لاحق بارك الله فيكم